إصابات أوميكرون في الجزائري تتوقف عند حالة واحدة ومنحن مؤشر كورونايا خفض مدوى رئيسا للرابطة الوطنية لكرة القدم مجددا هذه الأخبار أخرى ننقلها لكم من منصة أوراس فمرحبا بكم أكد المدير العام لمعهد باستر لبروفيسور فوز درار أن الجزائر لم تسجل أي إصابة بمتحور أوميكرون بعد الحالة الأولى التي سجلت منتصف الشهر الجاري وقال درار أن أوميكرون أقل خطورة من دلتا مشيرا إلى أن المعطيات الحالية تؤكد انتقله بسرعة إلى الخلايا التنفسية إلا أنه يصل بصعوبة إلى الخلايا الرئوية كشفت وزارة الصحة تسجيل 285 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة وسجلت الوزارة السابعة وفيات خلال الفترة نفسها فيما تمثلا 196 مريضا للشفاء كشف السفير الإيطالي لدى الجزائر جيوفاني بوليزي أن ثلث الغاز المستعمل في إيطاليا مصدره الجزائر وأكد بوليزي عمق العلاقات بين الجزائر وروما لافتا إلى أن الجزائر أول شريك لإيطاليا في إفريقيا وهي شريك جدير بالثقة زكى أعضاء الجمعية العامة الانتخابية بالإجماع عبد الكريم مدوار رئيسا للرابطة الوطنية لكرة القدم لعهدة جديدة وأعيد انتخاب مدوار الأربعاء عن طريق رفع الأياد بدل اللجوء إلى الانتخاب السري باعتبار أن مدوار كان المرشح الوحيد لرئاسة الرابطة نهاية النشرة لمزيد من الأخبار تابعون عبر منصة التواصل الاجتماعي إلى اللقاء